بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية أرجو من الله تعالى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية أحبائي نتوقف اليوم في المجال الخامس وهو مجال السيرة النبوية درسنا لليوم بعنوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة نبدأ مع الجزء الأول على بركة الله أهداف درسنا لهذا اليوم الهدف الأول أن يعدد أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والهدف الثاني أن يبين كيفية تأمر قريش على النبي عليه الصلاة والسلام والهدف الثالث أن يوضح خطة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة ننطلق إلى التهيئة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت يقول السؤال الأول ماذا فعل الكفار حتى يخرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة نعم أحسنتم ألحق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وحارب الإسلام يقول السؤال الثاني على ما يدل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة رغم حبه الشديد لها نعم على ما يدل ذلك رائع على تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وصبره لنشر الإسلام أحبائي بعد هجرة بعد الصحابة إلى الحبشة لم يتوقف أذى مشركي قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين بقوا معه في مكة بل ازداد أكثر مما كان عليه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد أن بايعه أهلها على الحماية والنصرة في بيعة العقبة الثانية وذلك نتذكره بشكل جيد في الصف الثالث الابتدائي عندما درسنا درس بيعتها العقبة الأولى والثانية وكانت الهجرة على مرحلتين المرحلة الأولى هجرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أولا والمرحلة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله تعالى له بذلك نفتح يا أحباء كتابنا المدرسي على الصفحة 117 ونفكر ونجيب يقول السؤال بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الصحابة في مكة ولم يهاجر معهم أو قبلهم علل ذلك إذن نعلل لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الصحابة في مكة أحسنتم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منتظرا أن يأذن الله تعالى له في الهجرة ندون يا أحبائي الإجابة في كتابنا المدرسي بشكل نظيف ومرتب ومنظم ننطلق يا أحبائي إلى الهدف الأول وهو أن نعدد أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هيا نرتب الكلمات التالية في الفراغات المناسبة والكلمات هي الدعوة للأذى الإسلام أولا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لماذا تعرضوا؟ أحسنتم للأذى من قبل الكفار في مكة المكرمة وثانيا إقامة دولة رائع الإسلام في مجتمع جديد وبلد آمن وثالثا العمل على نشر أحسنتم الدعوة الإسلامية بارك الله فيكم هيا نقرأ معا أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى المدينة المنورة السبب الأول السبب الأول تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام للأذى من قبل الكفار في مكة والسبب الثاني إقامة دولة الإسلام في مجتمع جديد وبلد آمن والسبب الثالث العمل على نشر الدعوة الإسلامية نفتح كتابنا المدرسي على الصفحة 126 في التقويم ونجيب عن السؤال الثالث يقول السؤال أكتب سببا واحدا من أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة نعم من يعطيني سببان أحسنتم إقامة دولة الإسلام في مجتمع جديد وآمن وأيضا أحسنتم تعرض النبي والصحابة الكرام لأذى قريش ندون أحباء الإجابة في كتابنا المدرسي في الصفحة المخصصة بشكل نظيف ومرتب نأتي الآن إلى الهدف الثاني وهو أن يبين كيفية تآمر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم تآمر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم مشرك قريش بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأنها صارت لهم منعة وأمنا غضبوا وعقدوا اجتماعا في دار الندوة واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المؤامرة أن تختار قريش من كل قبيلة شابا يحمل سيفا ليضربوا به النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل ولا يستطيع قومه عندها المطالبة بدمه لكن الله تعالى خيب أملهم وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش عليه وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة نتذكر معنا أحبائي المعلومة اللطيفة وهي أن الاسم القديم للمدينة المنورة هو يثرب وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها أصبح اسمها المدينة المنورة وهنا سؤالي لماذا سميت بالمدينة المنورة؟ أحسنتم لأنها تنورت وتشرفت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى الصفحة 118 ونفكر ونجيب عن السؤالين التاليين يقول السؤال الأول ما موقف مشركي قريش من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ نعم ما هو موقفهم؟ أحسنتم غاضبوا وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اجتماعهم في دار الندوة السؤال الثاني كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش؟ نعم أحسنتم أخبره الله تعالى بذلك هيا ندون الإجابات يا أبطال في كتابنا المدرسي ننتقل بعد ذلك إلى الهدف الثالث وهو أن يوضح خطة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة نستخرج الأرقام والأوقات من النص التالي سأقرأ أولا النص وفي القراءة الثانية سوف تساعدوني في استخراج الأوقات والأرقام خطة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بعد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام بخطة قريش ذهب متخفيا في الظهيرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بي أبي أنت يا رسول الله فقال له نعم فبكى أبو بكر من شدة الفرح ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة للهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل ولم يشعر أحد من المشركين أنهم يستعدوا للهجرة فقام أبو بكر بتنفيذ خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذ جميع التدابير للهجرة وهي أولا قام بتجهيز راحلتين ثانيا استأجر عبد الله بن أريقط دليلا يدلهم على الطريق وأعطاهم الراحلتين وتواعد معه أن يلتقيا بعد ثلاث ليال في غار ثور وثالثا طلب من ابنه عبد الله أن يجمع له أخبار القريش في النهار ثم يأتيه بها ليلا في غار ثور ورابعا طلب من ابنته أسماء إعداد الطعام وإيصاله إليهم في غار ثور وخامسا أمر عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا ليمشي بها على آثار الأقدام ناتي الآن إلى استخراج الأوقات والأرقام من الخطة بعد أن علم النبي بخطة قريش ذهب متخفيا أحسنتم في الظهيرة إلى بيت سيدنا أبي بكر وقال له قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة لأبي أنت يا رسول الله فقال له نعم فبكى أبو بكر من شدة الفرح ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل أحسنتم ولم يشعر أحد من المشركين أنه يستعد للهجرة قام أبو بكر بتنفيذ خطة الهجرة واتخاذ جميع تدابير الهجرة وهي أولا قام بتجهيز أحسنتم راحلتين واستعجر عبد الله بن غريق دليلا يذلهم على الطريق وأعطاهم الراحلتين وتواعد معه أن يلتقيا بعد ثلاث ليال في غار ثور وطلب من ابنه عبد الله أن يجمع له أخبار قريش في أي وقت تجمع الأخبار أحسنتم في النهار ثم يأتيه بها ليلا كي لا يراه أحد في غار ثور وطلب من ابنته أسماء إعداد الطعام وإصاله إليهم في غار ثور وأمر عامر بن فهيرة أن يرى غنمه أحسنتم نهارا ليمشي بها على أثار الأقدم أحبائي نفتح كتابنا المدرسي ونجيب عن هذين التعليلين يقول التعليل الأول علن ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في وقت الظهيرة لماذا؟ أحسنتم ليخبره أن الله قد أذن له بالهجرة والتعليل الثاني علل وضع الخطة قبل الهجرة ما سبب في ذلك؟ أحسنتم لأن الله تعالى أمرنا أن نتوكل عليه ونخطط لحياتنا هيا ندون هذه المعلومات في كتابنا المدرسي ننتقل أحبائي إلى التقويم والصفحة 125 ونجيب عن السؤال الأول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسنتم أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونوا الإجابات في كتابكم المدرسي هيا أحبائي نستذكر معا ما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم تعلمنا أولا من أسباب الهجرة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأذى قريش وتعلمنا ثانيا أن قريش قد قططت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم حين علمت بهجرة المسلمين وعلمنا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة واضحة للهجرة أحبائي انتظرونا في الجزء الثاني من درسنا الهجرة النبوية أتمنى لكم حسن المتابعة والتوفيق شكرا لحسن اهتمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة